أحياناً يعز المطلوب أو يتسلط المرغوب هنا يظهر حقيقة التعلق بالله فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل ويحجم عن الدعاء ظناً منه أن هذا لن يتحق وإذا تسلط المرغوب يحجم عن الدعاء ظناً منه أن هذا لن يرفع من الذي يقدم على الدعاء من حسن ظنه بالله ما معنى حسن ظنه بالله ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف هذا لا يكلم حسن الظن بالله أولاً أن تعلم أن الله يقدم ثم تعلم أن الله يرحم لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدم وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك فليس الحال بينك وبينه أنه لا يرحمك لكنه لا يقدر على نصرتك لا يقدر على أن يرفع بلاءك فحسن الظن بالله مفتاح أن تعلم أن الله لا يجزه شيء في الأرض ولا في السماء حتى تكون هذه الحقيقة في القلب راسخة هذا ما يقرأ في كتبه ولا يدرس في كليات ولا يدرس في محاطرات هذا من القرأ أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسلم وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الحظام كيف ننشسها ثم نكسها لعما فلما تبين له قال أعلم أن الله أعلم أن الله على كل شيء قدر هذا مفتاح العبودية الأعظم أن تعلم أن الله على كل شيء قدر إذا هذا اليقين رسخ في القلب أي هذا من الخلق حتى تبالي به حتى تسأله حتى تقف عند بابه لا يوجد وحد إذا غلب على ظنك بل ملئ قلبك يقيناً أن الله وعد على كل شيء قدير وقتها متى ما تسلط المرهوب أو متى عز المطلوب علمت أن الله جل وعلا يقدر على أن يدفع البلاء وعلى أن يتم النعمة وعلى أن يتفضل علينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا